أستاذة نهاد من المنطق ده أنا عايزة أسأل هل ده مأدى يبرر الكلام اللي بيتنقع على الوساطة الاجتماعية أن اللي استشهدوا في أحداث مجلس الوزراء مقصودين بالإسم مجموعة من الأشخاص النشطين بشكل كبير فمقصود بالإسم أن يتم تصفيتهم ومقصود بالإسم أنه يتم مقصود يعني بتحديدا أن يتم إهانة المرأة النشط يعني فيه قصد أنه يحصل كل الأحداث دي بالأسامي دي لا أنا ما أقدرش أستند على المنطق ده لأن المنطق ده محتاج منقشة شوي أنا شايفة أنه فيه عنف أو إفراط في استخدام العنف وده مصطلح الحقيقة في القانون مصطلح كبير جدا هذا الإفراط في استخدام العنف موجه تحديدا ضد المرأة ما عنديش مشاهدات بتقول ده أنا عندي 11 شهيد شاب ما كانش فيهم واحدة مرأة عندي حوالي وصلين لـ 800 جريح أو 900 جريح دلوقتي فيهم نساء وفيهم رجال أنا عندي قوة غاشمة تفرض في استخدام العنف وتؤدب المعتصمين واللي هيجي في الشهة حتى فكرة إن إحنا نسحب حد فنشلحه من هدومه زي ما بيقولوا ده كانت البنات البنت صادمة جدا لنا لأن ده خارج حدود العقل المصري المحافظ لكن لو خدت بالك من هذا المشهد في كل اللي تسحلوا على الأرض كان كلهم يتشد من البلوفر أو الجاكت فالشباب والرجالة بطنوا وكتافوا عريانين كمان ففكرة إنه ده موجه تحديدا للمرأة أنا الحقيقة ما أقدرش أقولك إنه بالضرورة يكون كده إحنا قدام حالة عنف ومفرط لكن بنقول إيه إنه في هذا العنف المفرط عندك من حيث المبدأ هو غير مقبول من حيث المبدأ هذا التكرار ممكن يحط المجلس العسكري في موقف إنه بيمارس جريمة ضد الإنساني وهديك تعرفها في القانون الدولي عبارة عن إيه فإحنا قدام موقف خطر الحقيقة يجب إن المجلس العسكري يحسب حساباته في المستبل وبعنده تحقيقات جدة وموصوك فيها شكاب إنه قضاء مدني القضاء العسكري قضاء استثنائي فلا يعد فيه القانون الدولي قضاء يعتمد عليه النقطة التالتة هو فكرة إنه عندك فئات لابد إنك تعرف إنها خطوط حمر زي ما تدخل في منطقة نزاع مسلح مثلا النساء خطوط حمراء الأطفال خطوط حمراء يعني كل شيء هو مرفوض تماما بس فيه درجات كمان يعني ممكن نسمحلك إن إنت تتشلح الرجالة إذا سمحنا يعني إنما هذا المشهد المهين بعنف ده غير مسموح عشان كده التوصيف الدقيق هل فيه استهداف للمرأة في الموضوع لا بتكلم من وجهة نظر قانونية مش من وجهة نظر سياسية يعني ده محتاج تحقيقات إنما طيب نرجع لللي بيحصل جريمة ضد الإنسانية ده اللي بقوله لحضرتك يعني إيه جريمة ضد الإنسانية في القانون الدوي هو أي فعل من السلطة موجه وبشكل منظم إلى مجموعات مدنية طيب لما نيجي نحط الوقع دي من أشكالها إيه القتل العمد الاختصاب أو استهداف النساء وإشكال أخرى متعددة ست سبع أشكال طيب أنا قدام وقعة تقريبا هي الخمسة أو الستة حصل فيها قتل ما إحناش قادرين نتأكد إذا كان عشوائي يعني اتنين بيتخانقوا مع بعض طلعت للصنجة ضربوا بعض ولا إحنا قدام قناسة وقتل موجه وكذا يعني بدءا من موقع الجمل لحد ما بعد الثورة وتولي المجلس العسكري إحنا لسه في اللفة دي أصلحنا لأ ما عندناش قناسة لأ ما حدش كان فوق السطح الحدوتة دي فأول حاجة لازم تثبتها هيئات التحقيق المستقلة المدنية إحنا قدام قتل عمد ولا لا لأن قتل عمد ده أنت قدام جريمة ضد الإنسانية تقدام عزل وسلطة طيب تحرك الملف ده إزاي يعني سميرة مثلا تتحرك إزاي البنات اللي تم تحرش بيهم وعلى سلم نقابة الصحفيين في 2005 التحرك بيحصل إزاي بقى تطوره بيحصل إزاي أو ده اللي يخلينا إحنا كمصريين مهتمين جدا إن القضاء في مصر لازم يبقى مدني بقضاء التحقيق ويبقى مظبوط بالمعايير القضائية القانونية المحترمة ليه؟ لأن القانون الدولي بيقولك إذا استنفستي طرق وإجراءات العدالة على المستوى الداخلي المحل ولم تكن عدالة ناجزة ومنصفة تقدري تفتحي كل أبواب العدالة الدولية يعني إيه؟ لو أنا هنا شكيت في الإجراءات القانونية اللي بتحصل لو أنا كده سميرة أو أي ضحية من ضحية هذه المواقف سواء ستة أو راجع شكيت في أن ما يحدث في مصر ليس عدالة ناجزة ومنصفة من حقهم إنهم يروحوا للقضاء الدولي وبالتالي الملف بتاع 2005 ما تقفلش الملف بتاع 2005 تبقى للاختصاص القضاء الدولي هو موجود قدام المحكمة الأفريقية الدولية دلوقتي ماشي شغلين في دلوقتي طب ملفات ما بعد الصورة بقى بدءا من سميرة لكشوف العزرية إذا المجلس العسكري لم ينتبه بدقة إنه القضاء العسكري هو طرف في الموضوع وبالتالي أي مكانة الأحكام اللي هتطلع عنه ليست ناجزة ومنصفة الناس هيبقى استنفذة طرق التقادي المحلية وتبقى للقانون الدولي من حقها إنها تروح محكمة الأفريقية لحول إنسان محكمة الجنائية الدولية تقدر تتحرك في مستويات إحنا ما نحبش نوصلها طيب أنا عشان وقتنا بيخلص وهذا نتقر لنقطة مهمة وهي مبادرة اللي طلع بيها مجموعة من نواب مجلس الشعب اللي طلعوا عني من مرحلة الأولى والتانية حتى الآن والاعتصام اللي أعلن من يومين والمطالبة الصريحة والمبادرة اللي أعلنوا عنها وهو إنه انتخابات رئاسية والحال الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو إن الانتخابات الرئاسية تبقى 25 يناير القادم حيك شايف المبادرة دي أنا الحقيقة أيام محمد محمود هقول خلفية بسرعة كده كان فيه طبعا تفكير في إيه هو المخرج في أيام 25-25 نوفمبر وكان فيه مجلس رئاسي مدني وكان حكومة الانقاص باطل أنا شخصين كنت معترض على الاتنين اللي ملهمش إليه مجلس رئاسي مدني هتحتاج أنك تحددي أشخاص وأي اتفاق على أشخاص صعب وحكومة إلقاءة وطني في ظل حكم عسكري حتى لو الوطور برادة ما ساكها مهنش أي لازمة مش كده في حكم العسكري نفسه فأنا رح هيكت موطرة فأقلت أحسن حاجة أحلى جماعة نتكلم على بنفس الشرعية اللي إعلانة الدستوري نتكلم على الانتخابات الرئاسية مولوكية كان اقترح أياميها كان في 25 نوفمبر ويمكن قلته على الهوى برضو في بعض القنوات إنه فتح رب الترشيح انتخابات الرئاسة في أول أسبوع من ديسمبر طبعا كنت نظيم انتخابات الرئاسة بممكن يخص في يومين فقدامي 55 يوم لغاية 25 يناير ففتح رب الترشيح لغاية 25 يناير يتم جراءات انتخابات الرئاسة في 25 يناير والإعلان عن رئيس منتخب في 11 فربي وطبعا التواريخ دي لها مع الهام جدا مشكلة الاقتراح كان حاجة بسيطة شوية اللي هي مادة 27 في العام الدستور اللي هي شروط الترشيح انتخاب رئيس الجمهورية 30 ألف توقيع أو مش ياخد وقتي الحوالي فهي كان فيها جزئية مجلس عائل الشعب والشروع فأنا عملت تعديل مع بعض الناس القانونين اللي عرفهم وعملت تعديل بسيط جدا وكان اقتراح دي مرجوط ساعتها بس قالوا لا إحنا خاصة تفاقنا حكومة انقاذ وطني اسحب المبادرة دي للترحازم عشان ما نعملش تفتت في الميدان اللي حاصل بقى دلوقتي اللي من الفاتو انها عادة تانية للسحة وده شيء كويس بس دلوقتي المبادرة دي دلوقتي وبيتكلم عن انتخابات الرئاسة في 25 يناير الجاي دلوقتي بقى الوقت تدايق شوي لأنه احنا دلوقتي خلاص احنا قدامنا شهر انا على شخصين اتمنى المبادرة دي تنجح لو ما حناش تخليه 25 يناير ممكن نخلي انتخابات الرئاسة في 11 فباير بس هنقش في موضوع انتخابات مجلس الشور اللي احنا برضو لسه في علامات تتفهم في ناس كتير بتطالب بانه ما بقاش في انا طبعا 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 بطالب بإلغاء مجلس الشور لان ده فرضوا علينا اللي هو قشين كويس وفوت حط كده في عامة دستورية وبعدين الحقيقة مجلس الشور ده كان عشان حبايب مبارك وكان اعمالية كلها طردية وكلام من ده في النهاية في اقتراح تاني انه هو رئيس مجلس الشعب اللي المنتخب اللي جاي انه هو يمسك الرئاسة اه وقتين لمدة 60 يوم لحين اعداد ياما اعداد دستور جديد ياما اه انتخابات وفي تعليق للاخوان بابدر احاك شوتي في تعليق للاخوان مسايز عرف الاول رد حتيك على المبادرة مبادرة انتخابات رئاسية 25 حقيقة انا افضل ان كل المجموعات تقعد مع بعض ونحاول نعمل استراتيجية للمستقبل لانه العمل في مستقبل البلد بطريقة الفعل ورد الفعل من كل الاطراف من المجلس العسكري ومن الطيار المدني ومن الصوار ومن الطيار الاسلامي احنا شغالين دلوقتي عاملين كلنا زي عمال الترحيل ما بندرش بلد احنا بنقوم الصبح عندنا شغالة النهاردة يلا نعمل ده في منتهى الخطر يعني هذا السيناريو بالنسبة لي غريب كيف نأتي برئيس دون بناء قانوني لإدارة البلد صلاحيات اسمه ايه ده ولا اسمها ايه دي هيبقى ايه ما هي نفس الاشكالية فكرة الدستور اولا ما هو نعمل نفس الدور ما هو احنا دخلين انت بنيا غلط يعني انا الحقيقة هذا التهريج القانوني اللي حصل يتحمل مسؤوليته بالدرجة الاولى المستشار طريق البشري اللي كان كلنا وثقنا فيه يعمل لنا بناء قانوني محترم هو واللجنة بتاعته ويتحمل مسؤوليته بقى اللي اتفق معاه المجلس العسكري احنا قدام كحد شغلانتو قانون احنا قدام حالة فوضى قانونية عارمة دخلنا على حدوتة الاعلان الدستوري والانتخابات والكلام ده دخلين على برلمان مش عارف اختصاصاته وبيتخلق دلوقتي على تشكيل حكومة وده مش من حقه مش من صلاحيات دلوقتي فجأة بنط على مركب هتولنا ريس ريس على ايه هو احنا عندنا صلاحيات ايه محطوط هل ينفع اطلع بعمارة من غير ما يكون عاملالها اسف طبعا ده الكلام اللي كان بيتقال من زمان فقامل نفسي الحقيقة قبل ما نعمل المبادرات ان شاء الله ناخد شهر واحد نعمل كده نحط نقول احنا عايزين ننطلق للمستقبل ازاي ايه البناء القانوني اللي هنتحرك عليه وبعد كده ايا كان يا اراء تتركب على ارضية تزوج مننا الدنيا يا دكتور خليه كلم انه الاستاذ النهاد بتقوله ده المنطقي ولكن في نفس الوقت المبادرة اللي طلع طلع من عضاء مجلس الشعب في الوقت اللي في حزب الحرية والعدالة تصريح طلع مارح وهو تمسكهم باجراء الانتخابات في موعدها ثم الدستور وتصميم المجلس العسكري للبلاد بعد انتخابه بعد انتخابات رئاسية والبيان كده واضح انه هو ضد المبادرة دي احنا نقعد ازاي في الشهر ايه ده حتى وانا بقول لها كده تصريح امس وفي تصريح تاني نهارد انا بس عايزة اعلق على الساذة النهاد كلامها مظبوط جدا البناء مش موجود لكن نحن في الظروف استثنائية الظروف الطبيعية لابد من البناء من خلال دستور مختلف وبعد كده بيجي رئيس بصلاحات الدستور ده في الظروف استثنائية ومع عز القتل والانتهاك الانساني لحكم عسكري غاشم حالان ونريد ان يترك السلطة في اقرب وقت نحن في الظروف استثنائية لمن؟ الظروف استثنائية دي بتخلي الواحد يفكر بطريقة مختلفة عن الطرق الطبيعية اللي هي دستور اولا فانا شخصيا من المؤيدين في هذا الوقت ان يتم انتخابات رئاسية ومبكرة ديمقراطية وشرعية بس على حيات الاعلانية دستور المعيبة مؤقرة حاليا ممكن الرئيس ده يععد سنة او سنتين حسب الاتفاق لازم بس طوال تفكر يكون فيه ابداع في التفكير شوية لكن انا من الناس اللي بميل الى استمار حكم العسكر في هذه الظروف من اخطر ما يمكن على الدولة بس بالنسبة للتعليق الاخوان المسلمين بسرعة هم دلوقتي بيقولك الدستور قبل الرئاسة في البيان اللي طالع ده وقالك ان ده في الاعلانية الدستوري وده غير صحيح الاعلانية الدستوري لم يحدد هذه الترتيب اطلاقا الدبتور رحمة الله ببرك انه رده طلع تصريح تاني في جرارية التحرير كان لطيف وظريف واخر جمال انا عايزة تعليق ختامي استاذ النهايد وانين دكتور حزر في الظروف الاستثنائية دي بتفكرني باللساء عربية وفجأة حط رجله على الفرامل ملاقاش فرامل فهو احنا في الازمة دي في كذا طريقة للتصرف في طريقة ان حضرتك تفتحي الباب وتنطي ودي اسوأ طريقة للتصرف لانه يا اما باب العربية وهي العربية بتتقلب يقطع الشخص ده يا اما دماغه تخبط في الرصيف فيموت يا اما يهدى كده ثواني ويفكر ويدور له على شجرة بنت حلال يلبس فيها فتبقى دي اقل الخسائر الممكنة ده اللي انا عرفه في الظروف الاستثنائية حتى الظروف الاستثنائية بيبقى فيها تخطيط ممكن قصير المدى ادارة ازمة ما نحن فيه الان احنا ما بنعملش ادارة ازمة ما بنفكرش نعمل حاجة استراتيجية الصبح ادي البلد انا ضد تماما تماما بس عشان حدش يزايد على حد استمرار الحكم العسكري للبلد خلاص لكن ما نأخذه باجراءات انا في تقديري طول الوقت ما هيش مدروسة عمال يلبسنا في اسوأ اوضاع ممكنة رئيس مدني في ظل اغلبية بالشكل ده في انتخابات في ظل شكوى ان الناس مضطربة ومش مستعدة في ظل طيارات ما فيش اه توازن يعني احنا عايزين شوية ندرس المعطيات على بعض اخط طلب دكتور حازم طالد اخير هو دايما في فوبيا بين المثقفين والنخبة بين الفوبيا من الخوف من الطيار الاسلامي لا 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 دي مش فوبي طيار الاسلامي بوضع انا بكلم عاقب واحدة انا بكلم عاقب انا بكلم عن نخبة عموما لأ لا لا كل الناس. طريق الاخير. احنا لابد ان نتقبل عملية الديمقراطية كما هي. ولا نجيب ان نخشى من الطريق الاسلامي. ان ده المجتمع دلوقتي. ان شاء الله هيتطور كما خمسين. المجلس العسكري حدد خريطة الطريق لغاية يونيا. لغاية نص يونيا. وعنده قليل. احنا بنقول كنا موفقين عليها قبل الاحداث الاخيرة. كنا ماشيين بيها. نتيجة الاحداث الاخيرة اللي ظهر فيها المجلس العسكري بصورة غير مقبولة تماما. نفس الشرعية هتبقى بدقة شوية. بس. عشان نتجنب هزا اللي بيحصل. دكتور حازم عبدالعظيم المدونة نشط سيسي شكرا جزيلا عابودك معنا. استاذ نهادب القنصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة شكرا جزيلا يا فاندنا عابودك معنا النهار. اه خلصت حلقتنا وحب انهي اه الحلقة زي ما بدناها بالزبط التحية لكل نساء مصر اللي رفعين راس مصر. صباح الفل.